بسم الله الرحمن الرحيم متابعي قناة قلعة الفيزياء مرحبا بكم في فيديو جديد نخصصه الجزء الثاني من الدرس العدسة الرقيقة بسبب السنة الثانية الصورة المحصل عليها بواسطة عدسة مجمعة قبل أن ترى هذا الجزء الثاني سوف نرى الجزء الأول من الدرس اللي سوف نخللكم رابط دياله أسفل الفيديو أو في التعليق دروري ترى الجزء الأول عاد ترى الجزء الثاني من الدرس على بركة الله بدأوا الدرس ديالنا أول حاجة هنا سوف نضروع عليها الصورة المحصل عليها بواسطة عدسة مجمعة هنا الإنشاء الهندسي لصورة شيء نرى كيف ننشئ صورة واحد الشيء بواسطة واحد العدسة مجمعة كذا نحصل على الصورة دياله هندسيا يعني اعتماد فقط الهندسي يعني الرسم قبل أن نضروع على إنشاء الهندسي نتعرف على ما يسمى بالأشيعة الخاصة هناك واحد الأشيعة تنسميهم أشيعة خاصة هما لا يساعدون في عمليات الإنشاء الهندسي إذا نبدأ بالشعاع الخاص الأول نركزه على جوج ممكن نضيف التات ولكن نركزه فقط على جوج الأشيعة خاصة أول شعاع سوف نضروع عليه هو الأشيعة الواردة والموازية للمحور البصري كل شعاع وارد موازي للمحور البصري ويجتازها مرة من بؤرة الصورة فقط على جوج الأشيعة مثلا بحال هذا إذا هذا يسمى شعاع وارد يدير مع المحور البصري وتوازي مع موازي للمحور البصري لذلك هذا سوف نعرفه المصار بعد جياز العدسة سوف نعرفه فين يمشي لذلك أي شعاع يريد على العدسة يوازي المحور البصري بحال هذا يدير من العدسة ويقوم بحال هذا من بؤرة الصورة ويقوم بحال هذا فقط على جوج الأشيعة فهي تسمى شعاع الخاص رقم واحد يعني نعرف المصار ويقوم بإكمله ويقوم بإكمله مثلا لو كان في الأسفل كالشعاع فهي شعاع وارد يدير مع المحور البصري يوازي المحور البصري ومن نصرح سوف نعرف الشعاع هذا الشعاع الخاص رقم واحد سوف نرى الشعاع الخاص رقم جوج ماذا سوف نقطع من العدسة في مركز البصري في عدسة ويقوم بحالة العدسة يحب في أن أزالت متى؟ وماذا سوف يعدوز الرب على المحور البصري على العدسة في النقطة أو فهو يجدازها دون انحراف. بحل ما كينتشي حاجة قدامه. مثلا عندنا يا. كل شعاع يريد على العدسة في مركز البصاري يجدازها دون انحراف. ما تينحارفش. تكمل المصار ديانو. مثلا هنا عند شعاع وارد. لاحظوا يريد على العدسة في النقطة أو. تكمل المصار ديانو يجدازها دون انحراف. تكمل بحل ما كينوانو. لو كان جاي من الاسفل كذلك دايما يريد على العدسة في مركزها البصاري. اذا يجدازها دون انحراف. اذا نجد الاشياء الخاصة فيجد مهمة. يلا نعتمد عليها في الانشاء الهندسي لصورة واحد الشيء. اذا هنا نعود بالخص. اختيصها. كل شعاع تيجي موازن المحور البصاري. بنتيخرج من العدسة من ينغيده سيدوز من اف بريم. كل شعاع تيجي العدسة في النقطة أو. فهو يجدازها دون انحراف. تكمل المصار ديانو. اذا نمشي المراحل المتابعة لانشاء صورة شيء. اذا نبغينا نديره صورة الشيء صورة شيء بواسطة واحد العدسة. اذا نجد المرحلة اللولة. لنمدي الشيء. اعلا وشنا نضعف الشيء. الشيء تنمت له بواسطة واحد السهم. سهم بحل متجهة في ريادية. متجهة. تسميها اب. كنت نضعه تكون عمودي على المحور البصاري في النقطة ا. يعني قطة تكون تنتامي على المحور البصاري. سنرى هذا الشيء في المثال. مرحلة الثانية بعد ما سنوضع الشيء ديانا. ننشئ الشعاع الخاصين المنبعيتين من بي. سنقلبوه على الصورة ديال بي او بي بريم. سنقلبوه على الصورة ديال بي. سنقلبوه على الصورة ديال بي. سنقلبوه على الصورة ديال ا. اللي هي تكون اب. كنت نضعه هنا يا. طبق صورة النقطة ا. هي النقطة اب. المسقط العمودي لبي بريم على المحور البصاري. سنقلبوه بطبيعة الحال باش نفهموه. سنقلبوه مباشرة للشكل لدينا الإجهاء الهندسي باش نستعبوهش. اذا عندنا هنا يا. نشوفوا مجموعة من. دوك مواضع ومميزة الصورة المحصل عليها بواسطة عدسة مجميه. هنا مجموعة ديال الحالة. اذا عندنا هنا بلون اصفر. اذا عدسة مجميه مركز والبصاري او. بقرة الصورة ديالا اف بريم. بقرة شيء اف. سوف نضع الشيء ديالنا. الشيء اف بي. قلنا باش نمتلو اف بي. نمتلو اف بي بواسطة السهم. ولكن المشكلة هنا. على حساب فين سوف نضع هذا اف بي. يعني بش حال بعيدة للعدسة. هذا الشيء بش حال بعيدة للعدسة يلتنسميه المسافة او ا. هنا نبدو بالحالة واحد حيث يكون عندنا بزاف الحالات. على حساب فين بش حال حطينا ذاك الشيء بعيدة للعدسة. كنحصله على واحد صورة لها مميزات مختلفة. سوف نبدو بالحالة واحد. عندنا هنا الشرط او ا اكبر من جوج او اف. او ا اكبر من جوج او اف. يعني فين خصو يكون هذا الشيء ديالنا. باش نفهموه بزيان. اشنا فين ابعده جوج او اف. لن نضح لكم هنا مزيد. اذا لدينا هنا هذه هي او اف. هادي سي او اف. جوج او اف هي هذه كاملة. هادي شي جوج او اف. هنا عدنا OA أكبر من جوج OF يعني فين خصنا نحطه الشيء أكبر قطعا إذن الشيء الذي يجيه هنا يجيه في شيء نقطة هنا في هذا المجال هنا هنوضع الشيء في هذا المجال اللي خطيت إذن خصت تكون OA أكبر من جوج OF إذن مثلا هذا الشيء اللي خطيت بلون أحمر ثم عندنا الحق نوضع الشيء في هذا الحالة الأولى وغنشوفوا شكل ديال الصورة في هذا الحالة كي غدي يكون شكل الصورة إذن نضعه مثلا هذا هو الشيء دينا إذن A B السهم A B قلنا وليس يمثل وحد الشيء الشيء A B لاحظوا دابا معي مزيان هنا المسافة O A كديرا مع مسافة جوج أو F إذن O A أكبر من جوج أو F هل أنتم ما باش تفهمه مزيان إذن قلنا هذه هي جوج أو F هنا هي O A هذه هي O A إذن كديرك O A مع جوج أو F إذن O A أكبر قطعا من جوج أو F إذن هذه الحالة واحد هذا هو الشكل الذي لدينا في هذه الحالة عادي مازيان إذن نحصله على صورة هذا الشيء A B أول حاجة تنقلبه على صورة النقطة A B ذلك النقطة اللي في الأعلى تسام تنقلبه إذن ترسموه حد شععة خاص منطلق من A B شععة خاص ذلك الجوج اللي تعرفنا عليهم مثلا غاب دهم شععة منبعية من A B والموازي للمحور البصري يريدوا على العدسة موازي للمحور البصري هذا لما يججز العدسة هذا شععة خاصة نعرفوا المصار سيمروا من F سيبحث عن بؤرة الصورة بحالك واش تقدروا نعرفوا ده بالصورة النقطة B شععة واحد لا مكافيش إذن نرسموه شععة خاصة تانية حتى هو منبعية من B رسموا مثلا منبعية من B ويريدوا على العدسة في النقطة O في مركز البصري إذن فهو يجتازوها دون انحراف تكمل المصار ألو فينا يا الصورة ديالبين الصورة ديالبين هي تقاطع هات الشعاعين يعني هذه هي بيبخيم مسلمو بيبخيم لنسممل بيبخيم هي صورة نقطة B كنت Проحصلة على الصورة ديالبين يكونا تكون أبخيم еспублиين الدين يدير الإسقاط العمودي ديالبيبخيم على المحوار البصري وت gaming ووتالي الإسقاط العمودي سأعطينا تقريبا النقطة هي هذه هي تكون آبخيم في المُصولة بين النقطتين عب في قناة وبثالي نحصل بمثالة الصورة عندنا الصورة أَ بِ 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 ب بِ بِ ب بِ ب ب ب بِ ب 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 لنبدأ المفيد Mehr هذه الجهة على اليمين وعندما تكون الصورة في الجهة، يعني على اليمين العدسة، تنقل على الصورة بأنها صورة حقيقية صورة حقيقة يعني لو وضعنا واحد الشاشة هنا ستكون على هذه الصورة الآن كذلك من بين المميزة كدير الصورة مقارنة لاحظوا أب بي المنحة ديالها نحو الأعلى بين أب خيم بي بخيم المنحة نحو الأسفل إذن الصورة نقول عنها بأنها مقلوبة العكس ديال أب بي كدير الطول ديالها مقارنة مع الطول الشيء إذن تلاحظوا بأن الطول ديالها أصغر وبالتالي فهي أنا قدروا نقولوا بأنها أصغر مينة الشيء أصغر مينة الشيء فهنا دونك هذين المميزات بالنسبة للصورة إذن هذه الحالة اللي ولاحة وتنضي طعيفية مش تزربوش فيها في الحالات اللي جاين من البعض هذه الحالة واحد دبا شنو غنبدلو دبا غنخليو نفس نفس التركيب اللي كان لعننا غنبدلو الموضع ديال هات الشيء أب يعنزيد ونقربوه كتر لعدة يعني غنبدلو ديك ديك الشرط اللي درنا الشرط ديال أو أ أكبر من جوج أو أف دبا غنوضع الشيء في ديك جوج أو أف ديك آ جي من طابقة مع ديك جوج أو أف إذن نمشي تكون هي الحالة جوج إذن الحالة جوج عندنا أو أ تتساوي جوج أو أف إذن يعني الشيء اللي فينا يكون يكون تقريبا هنا هو الشيء ديالنا آم بي إذن نرسمه صورة بي دائما شعاع منبعية بموازي غي يمر من أف بخيم شعاع الخاص الثاني منبعية من بي غي يجي العدسة في مركز البصري لا ينحارف والتقاطع ديالهم إذن تعطينا الصورة ديال بي اللي هي بي بخيم نحصله على الصورة ديال الآن تنسقطه بي بخيم مشكل عامودي على المحور البصري يعني تكون هنا إذن هذه أبخيم تنوصله ما بين أبخيم و ببخيم وبالتالي تنحصل على الصورة ديالنا أبخيم بي بخيم إذن ما هي مميزة الصورة في هذه الحالة في تكون الصورة في الجهة ديال الصورة اللي يمي ديال العدسة إذن فهي حقيقية كدير الصورة مقارنة ما الشي فهي مقلوبة كدير الأبعاد ديالها الطول ديالها الأبعاد ديالها تلاحظوا أنفست الحالة بحالة حال الشي إذن نقول هنا تقايس الشي الصورة تقايس الشي وقرضهم علم improve في تلك الحالة الآن تكونมา oa مسافة oa تتساوي جوج aw إذن تكون طول الصورة تقريبا هو طول الشي نقوم بالحالة الثالثة ما هو الشرط هنا سوف نقرب الشيء بالعدسة سوف نقول O أ صغر من جوج أو أف وأكبر من أو أف كيف هاش باش نفهمه هنا إذا فين عندنا نضع الشيء في هذه الحالة أصغر من جوج أو أف أن هذه كاملة هي جوج أو أف O أ صغر من جوج أو أف وأكبر من أو أف إذا فين عندنا نضع الشيء إذا الشيء سوف نضعه هنا فهذا المجال هذا هو المعنى O أ أصغر من جوج أو أف وأكبر من أو أف بالتالي الشيء سوف نضعه هنا إذا هنا سوف تكون أرسم الصورة في نفس الطريقة شواء موازي يمر من أف شواء الثاني الجيم بي تأتي العدسة في O لا ينحرف تقاطع تعطينا بي بخيم هي صورة بي تنظر الإسقاط العمودي على المحوى البصري التي تعطينا أبخيم سنحصلوا بيناتهم سنحصلوا على الصورة اللي هي أبخيم بي بخيم إذا ما هي مميزات الصورة في تكونت الصورة الجهة دي الصورة إذا فهي حقيقية كدير مقارنة مع الشيء إذا فهي كذلك مقلوبة كدير الأبعاد دياله مقارنة مع الشيء إذا فالحالة فهي أكبر من الشيء هنمشيوا لحالة الرابعة الحالة الرابعة إذا نزيد ونقربوا هات الشيء هذا شنو الشرط اللي نحقونا مسافة O A تساوي O F مسافة O A تساوي O F يعني في هذه الحالة النقطة A تكون من طابقة مع النقطة F مع بؤرة الشيء وبالتالي الشيء ديالنا هنوضعوه هنا إذا أو F هيكونوا من طابقين في هذه الحالة إذا كلاحظوا المسافة O A هي المسافة أو F إذا نبحثوا بنفس الطريقة على الصورة ديال B أرسموا الشعاع المنطلق من B و موازي إذا سوف يججز العدسة مارة من F بخيم أرسموا الشعاع الثاني جاين B يمروا من العدسة في مركزية الغصرية يججزوا عدونا الحيرف إذا هنا شنو تلاحظوا نقطة تقاطع لنا الشعاعين هو اللي تعطينا الصورة ديال B هنا تلاحظوا أن الشعاعين كتين باطقوا هنا يعطين باطقوا متوازين يمكن لهم يتقاطعوا لا يمكن لهم شي يتقاطعوا تنعرفوا في الرياضيات مستقيمين متوازيين ما تتقاطعوش وبالتالي هنا شنو تنقولوا هنا هنا الصورة تنقولوا بأنها تتكون في واحد المكان بعيد جدا سنسميوه لا نهاية نقول أن الصورة تتكون في لا نهاية الصورة تتكون في لا نهاية وبالتالي هنا ما ندرش على المميزات حين أنا أصلاً ما شفناش شكل الصورة إلى غداك نقول فقط الصورة تتكون في لا نهاية نمشو الحالة الأخيرة إذا نزيد ونقربو الشيء من العدسة يعني شنو الشرط في نظاركم ما تكون O A أصغر من O F إذا نزيد ونقربوه عند العدسة حالة الخامسة هنا حالة الخامسة هنا ما تكون حالة أربعة أفوال هنا خاصة ما تكون الحالة الخامسة O A أصغر من O F يعني فين الشيء الشيء مثلاً نوضعه هنا الشيء هنا أب إذا نبدو دائماً بحثوا على الصورة B شواء منبعت من B وموازي عدسة غيمشي قلب على F شواء الثاني اللي جاي من B لا ينحارف إنه حالة دائماً في ماركزها البصري أجل هنا تلاحظوا وفي الجهة هذه ان الأشياء غادي ينتهي تم تباعدوا وش يمكنهم هم يطلقوا ف الجهة ومنهم شي تقاطعوا وهذا ما تقوم بعمل انه يتوازي الأشياء الأشياء لا تأتي هنا يمكنهم شي تقاطعوا ف الجهة اللي هابي شو ينحف نحن نحن لهم في الجهة الأخرى لهم الإمتداد بخطط متقطعة هذه الإمتداد كما الأول و الامتداد كما الأخرى اللحظة أن الامتداد تقاطع النقطة التقاطع هو اللي يعطينا النقطة ببخيم اللي هي صورة ماذا؟ صورة نقطة ب إذن ببخيم صورة ب كقدروا نحصل على الصورة ده إذن نضيروا الإسقاط العمودي ديال ببخيم على المحور البصري وبالتالي هنا هتكون أبخيم هنوصلوا بينتهم إذن غيعطينا الصورة أبخيم ببخيم الصورة أبخيم ببخيم إذن ردهم عيالبال مزيد في هذه الحالة مختلفة في Temperature إذن ما هي مميزة الصورة في هذه الحالة؟ هل هي الصورة واش تكونت في الجهة الصورة؟ عللم لا تكونت عاليةpee تكونت في جهة الشيء وبالتالي لا تنقلفوا هنا صورة حقيقية تنقلفوا صورة وهبية Image virtual صورة وهبية هل هي منقلوبة في هذه الحالة؟ لا ليست منقلوبة تلاحظو في نفس البنحة بحال الشيء إذن العكس منقلوبة تنقلفوا معتديلة إذن الصورة في هذه الحالة فهي معتدلة. كيف يريد الأبعاد لها مع الأبعاد للشيء إذا تتبع الصورة أكبر من الشيء. الصورة أكبر من الشيء. وعلى ذلك هذين هؤلاء المميزات في هذه الحالة. هذه الحالة جد مهمة. هذه الحالة ستنطبق على المكبرة اللي غنشوفها في واحد الدرس اللي جاي. ذلك المكبرة في الصورة اللي كتعطينا ستكون بات الشكل هذي صورة وهبية ومعتدلة. ما زلنا نشوفها في الحالة في درس الدرس اللي جايين في البصاريات دائما. وعلى ذلك هذي كانت هي الحالة الأخيرة دينا في هذا الدرس هذا.